العالم عالمين كلها كم يوم وحنكون على موعد مع انطلاق أولى فعاليات النسخة التانية من مهرجان العالمين الدولي الدورة دي هتكون دورة استثنائية دورة صباحية دورة متميزة دورة هيكون فيها حفلات غنائية لكبار المطربين في العالم العربي هيكون أيضا فيها عروض مسرحية وطرفهية ورياضية أيضا بالفعل هي تبقى نهارية وزي ما شفنا فيه يمكن المؤتمر الصحفي اللي عملوه في العالمين الشركة المتحدة عملته في العالمين أنه هيكون فيه ترشيد لاستهلاك الكهرباء فهتكون معظم الفعليات دي بالفعل بالنهار وهنكون على موعد مع فعليات رياضية ومهرجانات مختلفة مهرجان للطعام ومهرجان نبتة لمحتوى النشق والطفل مهرجانات كثيرة جدا غير الحفلات الغنائية اللي هيشارك فيها عدد كبير من المطربين ونجوم الوطن العربي وبصر تفاصيل ومعلومات الدورة الثانية من مهرجان العالمين هنتعرف عليها دلوقتي مع ضفطة اللي بنوارنا في الستوديو الناقد الفني الأستاذ مصطفى حمدي صباح الفل عليك يا مصطفى بتنوارنا دايما صباح الخير صباح الخير عليكو سهلا وسهلا يعني صباح الخير على كل جمهور صباح الخير يا بصر وسعيد بوجود باقيكم بنوارنا يعني في البداية النسخة الأولى نجاح كبير جدا وشوفنا تقلق للمهرجان بشكل عام بكل فعلياته شايف الدورة الثانية ان شاء الله هتبقى عاملة ازاي ايه اللي هيميز الدورة دي عن الدورة اللي فاتت الحقيقة انه نجاح الدورة الاولى من مهرجان العالمين وضع مسؤولية كبيرة جدا على القائمين على المهرجان في انه يبقى فيه شيء جديد في الدورة التانية تحدي تحدي كبير طبعا والحقيقة انه المهرجان السنة دي يمكن يكون متنوع بشكل اكبر منقسم لعدة مهرجانات جوه المهرجان الكبير او المظلة اللي بتحمل اسم مهرجان العالمين يعني السنة دي يمكن من الحاجات الجديدة اللي دخلت على مهرجان العالمين فكرة مهرجان نبتة للطفل ويمكن دي فكرة اعتقد انها متفردة وجديدة في فكرة مهرجانات الترفيه بمعنى انه مهرجان العالمين هنا بيؤسس او بيرصخ لفكرة انه هذا المهرجان موجه للأسرة بشكل كامل مش شرط الكبار بس لكن برضو الاطفال بحكم انه احنا في فترة صيف وفي اجازات وبحر وساحل وفسح ومصايف فبردو اكيد الاطفال هيبقوا من العناصر المهمة جدا اللي لازم ان المهرجان يتوجه لها بأعمال بقى فنية أعمال ترفيهية وفقا للخطة الموضوعة لفكرة مهرجان نبتة على جانب تاني مثلا انا معجب بفكرة انه يبقى فيه مهرجان للطبخ دي حاجة يعني جديدة على فكرة سياحة الطبخ من اكتر السياحات في العالم اللي بتحقق ده في دول فيها مدن بتروح الوفود السياحية تطبخ مع الست وتتعلم الكلام ده ده بيحصل في ماليزيا ده بيحصل في اليابان بيحصل عمولا في دول الاسيوية ففكرة الطبخ اصلا او سياحة الطبخ ده رافت جديد احنا ما ياريتنا عززه في النهبة في وجه بحري في الصعيد بالتأكيد والفكرة نفسها انه استغلال حدث يعني مهرجان العالمين في توسعة الفقرات والتوجهات الخاصة بالمهرجان انه لا يقتصر على الموسيقى والغناء والحفلات فقط انه في مهرجان رياضي السنة الفاتي كان فيه مهرجان رياضي طبعا انه يبقى فيه بجانب مهرجان رياضي مهرجان معني بالطبخ بجانب انه حصل تطور بقى فيه شكل الحفلات وهيبقى فيه تطور فيه الاسماء اللي هتبقى موجودة من النجوم يعني السنة دي اعلن عن وجود ثلاثة اسامي مهمة زي عمر دياب ومحمد بنير وكازم الساهر بجانب طبعا وجز من الاسامي اللي الشباب بيحبوها وكايروكي واعتقد في اسامي اخرى طبعا هيتم الاعلان عنها على مدار الايام الجاية وخلال فعاليات المهرجان طبعا طيب خليني اقول ان ما اقدرشي انكر ان وجود الشركة المتحدة كاسم في مهرجان العالمين في النسخة الاولى هو كان السبب الرئيسي في نجاح المهرجان يعني حليني اكثر صراحة لو شيلت اسم الشركة المتحدة او حطرت مهرجان العالمين مش حقدر اجيب نجم مش حقدر اعمل دعاية الالة الاعلامية للمشركة المتحدة هي اللي قدرت ان هي تعمل اسم للمهرجان وتعمل اسم للمدينة وتروج للسياحة في الساحل الشمالي باكمله ازاي اقدر استفيد اقصى استفادة ممكنة من الالة الاعلامية للشركة المتحدة لخدمات الاعلامية هي كمان مش الالة الاعلامية فقط هي الالة التنظيمية لانه تنظيم مهرجان ضخم زي المهرجان العالمين محتاج كمان مؤسسة تقدر انها تتابع وتدير عملية التنظيم نفسها وتكون مؤسسة ضخمة اعتقد ان الشركة المتحدة هي الاقدر على ادارة هذا المهرجان ويمكن من كلامك بتقول انه احنا عندنا الهدف الاول من المهرجان هو الترويج السياحي للمدينة العالمين انت لو عملت مدينة العالمين من غير ما يبقى فيه فعليات ومهرجان زي مهرجان العالمين ده مش هيبقى ليه تأثير كبير جدا على السياحة لكن وجود المهرجان هنعكس بشكل كبير على السياحة ويمكن كمان الشركة المتحدة عندها ازرع اعلامية كبيرة جدا جدا ومتشعبة وضخمة فبتهال ان الازرع الاعلامية دي هتلعب دور كبير جدا في دعم المهرجان والترويج ليه لانه بتتكلم على شبكة كبيرة جدا من المحطات التلفزيونية والاذعاب بجانب الصحف والمواقع فهذه الالة الضخمة اعتقد انها العنصر الفعال جدا في فكرة الترويج للمهرجان اللي بدوره هيبقى بيروج للسياحة المصرية ويمكن السنة اللي فاتت نجاح مهرجان العالمين انعكس بصورة كبيرة جدا على السياحة في منطقة الساحل الشمالي وتحديدا في مدينة العالمين السنة دي اعتقد ان المردود هيبقى اكبر واكبر من السنة اللي فاتت بعد الرياضات المختلفة اللي كنا بنشوفها في مهرجان العالمين زي التكبال وغيره وغيره من التونة منس اللي كنا بنشوفها بادل الحاجات دي كلها جذبت نوع السايح مختلف شوية اجنبي الفعليات الغنائية اللي هتقام السنة دي اللي فيها فنانين من دول عربية زي دعينة حداد كازم الساهر سعد ماسي وغيره كمان هتجذب نوع عربي من او نوع يعني ساح عربي مختلف المرة دي فاحنا بنستهدف وصول اتنين مليون زائر للعالمين السنة دي هل الفعاليات دي لما نلاقي تاني فعاليات مرة تانية رياضية الرياضات اللي هي المختلفة شوية يعني مش نفس فكرة الكورة وخلاص لأ حتى الخماسي لقناه على البحر بيتلاعب وغيره وغيره النوع ده من خليني نقول الاختلاف والتنوع في الفعاليات هيجذب عدد كبير من السياحات هل احنا بنتوقع يمكن مضاعفة هذا الرقم او لأ يعني شايف الموضوع ازاي بالتأكيد مدن بتعمل مهرجان متنوى فأكيد انت بتفكر انك تضاعف عدد السياح اللي بيجوا للمدينة هكلم عن النقطة الخاصة بتاعت الرياضات تحديدا الرياضات الشاطئية بقيت بتلعب عنصر مهم جدا في الترويج السياحي وبقى بتعمل في كل شواطئ او دول العالم السياحية طبعا بطولات وفعاليات من اول الراكت للفوليبول للكورة الخماسي متعلقة بالرياضات الشاطئية وخصوصا انها لو بتقام في الفترة بتاعت النهار اللي هي بتبقى فيها اكتيف ديز مختلفة ونشاط وحركة وخروج فوجود الرياضات الشاطئية اعتقد انه يبقى مهم جدا جدا على مستوى بقى السياحة احنا في مصر رغم الظروف اللي بتمر بيها المنطقة لكن في زيادة في اعداد السياحة حصلت خلال السنتين اللي فاتوا اه الطموحات والتحديات كبيرة جدا والرغبة في زيادة عدد السياحة كبيرة جدا لكن في حركة متنوعة بتحصل انه مهرجان زي العالمين بيهدف الى جذب شريحة من السياحة مختلفة عن مصر شوية او عن المعتادة في مصر خلال السنين اللي فاتت فبالتأكيد انه محاولة لانه احنا طول الوقت على مدار سنين طويلة في مصر كنا معتمدين على نوع معين وشكل معين من السياحة اللي بتبقى جاية لمحافظات البحر الاحمر وجنوب سيناء السياحة القادمة من اوروبا وروسيا وغيرها يعني لكن ما كناش بنبص للسياحة اللي بتستهدف السحل الشمالي عشان كده الدولة المصرية بدأت من فترة انها تنبي منطقة السحل الشمالي مدينة العالمين الجديدة هي مش مجرد مدينة سيحية بس هي في عملية تنمية وعمران وبناء مجتمع جديد وهي دي الفكرة انك لما تبني مجتمع جديد ده بيفتح افق اكتر في انك تجذب سياحة اكتر وسياحة متنوعة يعني لو بكمل على كلامك في فكرة انه حفلات النجوم والفنانين العرب هتجذب السياحة العربية الحقيقة ان فعلا احنا محتاجين ان يكون فيه اهتمام بالجزء ده وده اللي حصل في مهرجان العالمين انه الفنانين يعني مثلا كزم السهر واحد من الناس اللي مقلين قوي في حفلاتهم في مصر في السين اللي فاتت اه صحيح كان ليه حفلة قريب لكن يعني المسافات والزمنية ما بين كل حفلة والتانية تبقى بعيدة جدا فهو ليه جمهور كبير فمطلوب دي انا حدد من الفنانات اللي لها شعبية كبيرة في مصر وفي الوطن العربي فوجودها مهم سعاد ماسي كفنانة جزائرية عالمية ولها شعبية على مستوى العالم التنوع ده كله حال التنوع طبعا موجودة ووجود اسمين كبار انا شايف انه وجود عمر ديه منحمد منير كاسمين كبار دول اضافة هامة جدا جدا للمهرجان وهتفرق قوي على مستوى الحفلات السنة عمر الدياب طبعا من الناس اللي كان لسه اي حفلة ليه يعني بتلاقي الناس كلها sold out اه يعني طوابير فعلا بالتأكيد صحيح فوجود محمد منير بشعبيتهم الكبيرة جدا ده صحيح هتبقى عضو شور جزب بردو في حفلات بردو 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 لما شوفناه في لبنان او غيره او غيره بنشوف انه اقبال رهيب عليه فبالتالي هو كمان عامل جزب كبير اوي لسائح العربي بالتأكيد لانه انا اتذكر يعني مؤخرا انه حفلات عمر الدياب في لبنان عملت فرق مع السياحة هناك يعني ده بالتصرحات من الحكومة اللبنانية نفسها فمهم جدا ان احنا بنستفيد من اسم فنان كبير زي عمر الدياب حفلاته بتعمل رواك سياحي جدا وهو على فكرة دايما بيعمل حفلات في المنطقة السحل الشمالي لكن وجوده في مهرجان العالمين من عيام العجم يكنا بنشوف من العجم الحد مرينا فأجيال اجيال ده حقيق طيب السن الفاتحة عملنا اتنين مليون زائر فكرة ان انت تعمل هدف خيري بجوار الفن فكرة عظيمة ان اولا انت بتجذب جمهور اكبر السائح اللي حيحط التمن التسكرة هيعرف ان هو حيروح يستمتع وان تمن التسكرة دي حيروح للجاة دي شوفنا ده في حفلات سرطان الاطفال شوفنا ده من ايام الموكلسون في المجدود الحربي نهاردة مشوف مهرجان العالمين في ستين في المية وانا بعايز اتوقف عند الرقم ستين يعني هو اكتر الجهد الاجبر اللي حيروح يروح لقطاع غزة يعني انا في قطاع غزة تفتكر ده هيأثر على رقم اتنين مليون يعني ممكن نوصل لتلاتة مليون اربع مليون سائح عربي يقدروا يجو مصري يستمتعوا في نفس الوقت يعرفون ان يعني الحصيلة رايحة لقطاع غزة طيب خلينا اقول لك انه فيه بعد كمان مهم جدا بجانب كلامك وهو انه الدولة المصرية بتثبت دايما في كل تحدي وفي كل موقف انها في قلب القضايا الفلسطيني وانها لا تنفصل عنها ابدا حتى لو انت كدولة قدامك طموحات وقدامك تحديات لكن على مدار الفترة اللي فاتت ومنذ احداث السبع من اكتوبر الدولة المصرية كانت هي العنصر الاول والرئيسي والطرف الاهم في دعم القضايا الفلسطينية مقارنة باي طرف اخر ودلوقتي حتى رغم التحديات حتى المساعدات اللي دخلها ب60% او اكتر من 60% من دخل مساعدات اللي مصر قدمتها اكتر يمكن من مساعدات العالم كل مجتمعة فليس غريبا على توجه الدولة المصرية انها تستغل هذا الحدث السياحي والترفيه والفني في انها تطلع منه ارادات تذهب الى مساعدة اهلنا واخوتنا في فلسطين وتذهب لدعم القضايا الفلسطينية فالحقيقة انه هنا اثبات انه الترفيه لا يعني انه انا منفصل عن الواقع والترفيه لا يعني ان انا منفصل عن القضية الاهم في العالم ويمكن الاهم بالنسبة للمصر على مستوى الامن القومي وعلى مستويات اخرى كتير جدا فده ممكن ينعكس على السائح بشكل ايجابي جدا فيه زاوية مهمة زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه اللي رايح يبقى عارف انه كل مبلغ بيحطه علشان خاطر يحضر حفلة او يشارك فراشات معين المبلغ ده جزء كبير منه جدا رايح لدعم القضايا الفلسطينية واعتقد انه ده يتماشى بشكل كبير مع مش هولي المزاج العام مع التوجه الشعبي المصري يعني فكرة انه دايما حاسس دايما انتجاه القضايا الفلسطينية مفيش انفصال دايما ما بين توجه الدولة وتوجه الشارع وهناك رغبة واحدة وهناك اتفاق على موقف واحد دايما فهي لفتة طيبة جدا ومش غريبة خالص على الدولة المصرية صحيح اذا مهرجان العالمين بانطلق بعد ايام في مدينة العالمين مهرجان موفر للطاقة اغلبية فعلياته هتعقد في الصباح بعد كبير من النجوم حفلات فنية يمكن هي في المقام الاول في انشطة للطفل في انشطة رياضية كل ده اتكلمنا عنه بالتفصيل وكان بصحبتنا النقد الموسيقي مصطفى حمدي اللي نورنا النهار ده في السوديو صباح الخير يا مصر نور تاني يا مصطفى شكرا جزي